وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السرع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 343 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 78 طن وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 205 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 728 قضية من بينها 225 قضية خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر